موسيقى الانسان قد يكون جاهلا لكن فطرة سليمة إذا كانت فطرة سليمة إذا سمع العلم يقبل ذلك العلم لأن الفطرة سليمة وذلك العلم يتطابق مع الفطرة لكن المشكلة أن بعض الناس غطوا الفطرة لذا يسمع الكلام الحق لكن لا يفهمه لماذا؟ لأنه بسوء اختياره غطى على فطرته ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به لهم أعين لا يبصرون به لهم آذان لا يسمعون به يعني سمع تفهم نظرة اعتبار إدراك وفهم إلى سامع إلى بصر إلى قلب هذه الكلمات التي تقال يسمعها لكن لا يدرك حقيقتها قلبه لا يقبل الحق لماذا؟ لأنه ران على قلبه بسوء عمله لكن الإنسان إذا كان طالب حق وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يلين قلبه إلى الحق أكو واحد يجي يسأل أحنا بعض الأحيانا ملاحظين واحد غير مسلم واحد غير موالي لأهل البيت يجي يسأل سؤال استفهام أنتم تقولون كذا ما هو الدليل؟ أو هذا الإشكال وارد؟ ما هو الجواب؟ الإنسان المستفهم إذا لاقى عالما ذاك العالم يبين للحقيقة الحقيقة تنطبق مع فطرته فيقبلها لكن أحيانا أحيانا الإنسان يجي متعنت سؤاله مو سؤال استفهامي يريد يوقع بالطرف المقابل لا يريد أن يكتشف الحق لا يريد أن يصل إلى الحق وإنما يريد أن يوقع بالطرف المقابل فالسؤاله سؤال تعنتي زيان هذا حتى لو سمع الجواب لا يفهم ذلك الجواب حتى لو فهم الجواب ما رح يتبع ذلك الجواب لأنه معاند متعنت ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إذا هذا في خير الله سبحانه وتعالى كان يجعل قلبه لينا يقبل الحق لكن قلبه قاسي بالسبب سوء أعماله مو أن الله سبحانه وتعالى قدر له القساوة ظلما له لا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فالإنسان بظلم منه الله سبحانه وتعالى يشدد عليه تكوينا أو تشريعا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر